السلام عليكم وزارة التربية والتعليم خدت 8 إجراءات عشان تحمي الطلاب أثناء أداء الامتحانات الثانوية العامة طبعا في أولياء أمور ومعلمين ألقانين على أولادهم وعلى أنفسهم من امتحانات الثانوية العامة فالوزارة عملت 8 إجراءات مهمة عشان حماية كل العناصر المشتركة في أداء الامتحانات دي أول حاجة الوزارة هتعقم لجان الامتحانات وهتعمل تقرير مصور باللي هيحصل في الموضوع ده يعني هيصوروا اللجان وهتتعقم عشان الناس تشوف بنفسها إزاي ده بيحصل كل يوم ثاني حاجة هيتم اتباع إجراءات صحية لازمة للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات المختصة ثالث حاجة هيقللوا عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية عشان يكون 14 طالب فقط في كل لجنة يعني كل طالب مع 13 زميله وكفية على كده 4 أو هيسلموا بطاقات أرقام الجلوس للمدارس يوم 12 مايو ويتنزل أرقام الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة إن شاء الله علشان اللي مايقدرش يروح المدرسة ممكن يعرف رقم جلوسه من الموقع الرسمي للوزارة 5 ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين ندب كل الأعضاء المشتركين في عملية الامتحانات الكلام ده هيكون من جوه المدرية من داخل المدرية أسفة بالعام الماضي يعني زي السنة اللي فاتت أو من خارج المدرية لو كان الخارج ده أقرب من مكان داخل المدرية يعني اللي ساكن على حدود محافظة تانية يروح المحافظة تانية عقرب له ما يروح لمكان بعيد جوه محافظته 6 زيادة مقرات تقدير الدرجات هيزوده الأماكن اللي بيتم فيها تصحيح الورق والامتحانات علشان ما يحصلش تزاحم بين المدرسين 7 هيجهزه عدد من اللجانة الاحتياطية في كل إدارة تعليمية تحسبا للتزاحم أو لأي طارق كان 8 حاجة هيجهزه استراحات المعلمين حسب إجراءات السلامة المتبعة لحماية المعلمين برضو من التزاحم وغيره حفظ الله مصر وحفظ أبنائنا ووفقهم إن شاء الله والسلام عليكم